اشتركوا في القناة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر كما وفق المجلس على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 ميلادية بإصدار سندات التنمية والذي يتضمن رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر هذا ووافق المجلس أيضا على المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والذي يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكافة أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر بعدها وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتا تعادل إجازة الوضع وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر تم اليوم بالإجماع قبول المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2020 الذي ينص على رفع سقف الدين العام من 13 مليار إلى 15 مليار وهذا المرسوم جاء بناء على بعض الاستحقاقات والاستندات مستحقة الدفع في يناير 2020 وأيضا إلى دعم الميزانية الموجودة حاليا في مجلس الموقر لرفع بعض البنود المتعلقة بمكتسبات المواطنين وتنفيذ الميزانية بشكل يضمن استقرار المعيشي والاستدامة المالية في الوطن وفي نفس الوقت لا يتجزأ من برنامج التوازن المالي ترجمة نانسي قنقر